اشتركوا في القناة من سكاينيوز عربية ونتابع فيه الفلسطينيون مصممون على التوجه الى مجلس الامن لإعلان انتهاء الاحتلال ونتنياهو يرفض فكرة الانسحاب ويحاول اقناع واشنطن باستخدام الفيتو ضد مشروع القرار الاردني الفلسطيني اخيرا وبعد طول انتظار حسم الفلسطينيون على ما يبدو امرهم اذ قررت القيادة الفلسطينية تقديم مشروع قرار الى مجلس الامن بمعية الاردن يطالب بانتهاء الاحتلال او بانهاء الاحتلال الاسرائيلي خطوة اثارت كما هو متوقع حفظة بن يمين نتنياهو الذي اعلن رفضه لأي انسحاب من اراضي سبعة وستين لا بل انه توجه الى روما للقاء وزير الحرجية الامريكي جون كاري ليطلب منه ان تستخدم واشنطن حق النقد الفيتو ضد هذا القرار والحقيقة ان الولايات المتحدة تشعر بنوع من الحرج في هذه القضية فهي لا تود اجهاد القرار حتى لا تفقد مصداقيتها لدى الفلسطينيين والعرب وهي ايضا لا تستطيع التخلي عن اسرائيل فهل تنجح اذا واشنطن في اخناع كافة الاطراف المعنية بتأجيل البدء في هذا القرار نتابع ايضا في الجزء الثاني من حوار الليل كيف ينظر العرب الى السياسة الايرانية في المنطقة في عهد الرئيس حسان روحاني وهل يلعب برنامج طهران النووي دورا في تشكيل الرأي العام العربي تجاه ايران لا طالما كانت صورة ايران قاتمة في الشارع العربي بشكل عام مع بعض الاستثناءات فمواقف طهران من قضايا هامة في المنطقة مثل العراق وسوريا والبحرين وغيرها تثير حفيظة المواطن العربي اضف الى ذلك المخاوف الناجمة عن البرنامج النووي الايراني ومنذ وصول حسان روحاني الى سدة الرئاسة حاول تلطيف هذه الاجواء المشكونة فالى اي درجة نجح في ذلك وهل هناك شعور لدى العرب بتغيير ما في مواقف ايران واتخليها عما يرون انها تطلعات للهيمنة على المنطقة قبل ان نبدأ النقاش هذا موجز من الانباء قالت وسائل اعلام استرالية ان قتيلين على الاقل سقطا خلال عملية تحرير الرهائن التي قامت بها الشرطة الاسترالية في مقهن بمدينة سيدني وقد تمكنت الشرطة الاسترالية من تحرير معظم الرهائن الذين احتجزوا لساعات طويلة واتحدثت الشرطة عن اصابات بين الرهائن خلال عملية التحرير كما اعلنت ان محتجز الرهائن لاجئ ايراني يدعى هارون مؤنس بدأ رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو محادثات مع نظيره الايطالي ماتيوريزي في روما وتركزت المباحثات حول المسعى الفلسطيني الرمي الى تقديم مشروع قرار الى مجلس الامن يطالب بانهاء الاحتلال الاسرائيلي خلال عامين كما يلتقي وزير الخارجية الامريكي جون كاري في روما او التقى رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو وقبيل اللقاء رفض نتنياهو بشكل قاطع فكرة انسحاب اسرائيل من الضفة الغربية والقدس الشرقية في غضون عامين كما سيلتقي كاري في لندن غدا كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عرقات والامين العام للجامعة العربية نبيل العرب هدد رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله بالتوقيع على اتفاقية روما الخاصة بمحكمة الجنايات الدولية اذا لم يتم تمرير قرار في مجلس الامن ينهي الاحتلال الاسرائيلي واضاف الحمد الله لسكاي نيوز عربية ان هذه الخطوة تشكل احد البدائل المطروحة امام الفلسطينيين سنتابع قرار الفلسطينيين التوجه الى مجلس الامن بمزيد من التفصيل بعد قليل في جزء الاول من حوار الليلة مع ضيفين من رام الله مستشار لجنة العلاقات الخارجية في حركة فتح الدكتور حسام زملت ومن واشنطن مع الخبير في شؤون الشرق الاوسط في معهد واشنطن الدكتور ديفيد بولو بحث ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد الانهيان مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي يزور الامارات حاليا اخر المستجدات في المنطقة وفي مقدمتها مكافحة الارهاب واكد ولي عهد ابو ظبي دعم الامارات لكل الجهود التي تحقق الامن والاستقرار للعراق وتصون وحدة اراضيه قال رئيس الحكومة السورية وائل الحلقي ان ما سماه بمحور المقاومة والممانعة في المنطقة احبط المخططات الغربية التي تستهدف وحدة دول المنطقة وثرواتها واضاف الحلقي خلال زيارته للعاصمة الايرانية طهران ان الشعب السوري صمد في وجه الحصار الذي واجهته سوريا بفضل مساندة من سماهم اصدقاء سوريا وعلى رأسهم ايران سيطر مقاتل جبهة النصر على معسكر واد الضيف الاستراتيجي في ريف ادلب شمال غربي سوريا وتأتي السيطرة على القاعدة بعد يوم من سيطرة مقاتلية النصر على سبع نقاط تفتيش حكومية حول واد الضيف وقاعدة الحميدية القريبة كانت هذه ابرز الاخبار نتابع الان الجزء الاول من حوار الليلة هل تشعر واشنطن بالمأزق من جراء قرار الفلسطينيين التوجه الى مجلس الامن موضوع الجزء الاول من حوارنا هذه الليلة ارحب من جديد بضيفينا معنا من رامالله مستشار لجنة العلاقات الخارجية في حركة فتح الدكتور حسام زملت معنا من واشنطن ايضا الخبيث الشؤون الشرق الاوسط في معهد واشنطن الدكتور ديفيد بولوك اذكركم ان بامكانكم ايضا المشاركة معنا في هذا الحوار من خلال طرح الاسئلة والاستفسارات على موقعينا تويتر وفيسبوك مرحبا بضيفي دكتور حسام مساء الخير سأبدأ معك اولا بداية اخر الاخبار هل هناك نية هل تم اتخاذ قرار بالفعل بحسب البيان الذي صدر بالامس عن اجتماع القيادة الفلسطينية بحضور الرئيس ابو مازن هناك قرار تم اتخاذه على ما يبدو بطرح المسألة امام مجلس الامن والتوجه بالفعل يوم غد كما فهمنا الى مجلس الامن او الاربعة تحديدا ما هي اخر الاخبار فيما يتعلق بما يعتزم الجانب الفلسطيني اتخاذه في هذا الشأن اخي مهند نعم استطيع ان اؤكد قرار الرئيس الفلسطيني والقيادة الفلسطينية التوجه الى مجلس الامن الدولي يوم الاربعة اي بعد غد بمشروع قرار فلسطيني عربي ينص بالاساس على ضرورة انتهاء الاحتلال الاسرائيلي ويعيد تأكيد الحقوق الفلسطينية والجانب القانوني للقضية الفلسطينية اي الحدود العام 167 والقدس الشرقية وحق اللاجئين في العودة وما شابه ويعطي اطار زمني وجدول زمني واضح لانهاء هذا الاحتلال نعم مؤكد ذلك وانا حضرت الاجتماع ولكن هذه خطوة من خطوات متتالية كثيرة عنوان كل هذا اخي مهند اننا نحن الفلسطينيين الان لم نعد نستطيع ان ننتظر اي شيء لا ننتظر لا انتخابات اسرائيلية ولا مبادرات دولية ولا كل هذا نحن انتظرنا ستة وسبع سبعة وستين عاما منذ النكبة في العام 1948 الى ثورتنا ومنظمة التحريف في منتصف الستينات الى اعلاننا اننا مستعدين لاقامة دولة واحدة ديمقراطية لكل من يسكن في هذه الارض الى اعلاننا بقبولنا بالشرعية الدولية وقرات مجلس الامن اثنين اربعة اثنين وثلاث ثلاث ثمانية وحل الدولتين في العام ثماني وثمانين الى دخولنا في معاهدات سلام اي اوصله مع اسرائيل وفيها جربنا ما لا يجرب فعلنا ما لا يفعل كل شيء من اجل ان نحقق حقوقنا المشروع وبنينا سلطة وطنية فلسطينية من اجل ذلك من اجل ان تكون اداة اداة تحرر واداة استقلال واداة تحقيق حقوق ولكن اليوم يبدو ان هذا لم يجدي نفعا مع الاحتلال والاستعمار بل زاد احتلاله واستعماره وتهويده وحصاره اذا نحن نستعيد زمام المبادرة نحن نستعيد زمام المبادرة بكل معنى الكلمة اليوم هذه المبادرة تنقسم الى شقين الشق الاول حراكنا الدولي وهو حراك بخطوات متوازية ومتتالية المتوازي كل ما نفعله بشأن الاعتراف بدولة فلسطين كما تتابعون في اوروبا وكل مكان آخر المتوازي هو الضغط على الاحتلال من خلال المقاطعة والعقوبات كما يفعل الاتحاد الاوروبي اليوم والموازي هو أيضا التعامل مع بعض المبادرات الاوروبية خصوصا الفرنسيين ولكن المتتالي في هذا الشأن أننا نبدأ بمجلس الامن وهذا بعد غدا نحن نتحدث عن ساعات عن 48 ساعة نبدأ بمجلس الامن هذه محاولتنا لتدويل المفاوضات نريد العالم حسب قانون القانون أي القانون الدولي وحسب النظام الدولي أن يقرر بشأن مرجعية هذا الحل وجدول زمني ولكن إن أفشلنا لننتظر إن أفشلنا سيكون هناك تتالي لذلك والتتالي طيب دكتور حساء أمس سنتحدث عن الخطوات اللاحقة بعد قليل إذا سمحت لي ولكن دعني أستوضح منك حسب البيان الذي صدر عن اجتماع القيادة بالأمس إذن كما فهمت منك الآن تم اتخاذ قرار بالتوجه إلى مجلس الأمن بعد غد الأربعاء لطرح مشروع القرار الفلسطيني العربي على التصويت كما هو هل هذا يعني أن الاجتماعات مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري هناك اجتماع أعتقد غدا مع الدكتور صائب أعرقات ومع وزراء الخارجية العرب ومع السيد نبيل العربي هل الخطوة الفلسطينية ستتم بمعزل عن نتيجة هذه المحادثات غدا ليس هناك أي شيء معزول في السياسة أخي مهند نحن منفتحين لكل المبادرات نسمع من كل الأطراف خصوصا الطرف الأوروبي الآن ونحن كفلسطينيين دائما ما نطالب بدور أوروبي سياسي أكثر فاعلا في إيجاد حل للقضية الفلسطينية لأن أوروبا أقرب لنا بالمعنى الجغرافي وحتى بالمعنى السياسي ولكن هذا لا يعني أننا سننتظر إلى الأبد كما أسلفت وبدأت هذا النقاش نحن لم يعد لنا مجالا للانتظار حتى ساعات أخي مهند خلاص اليوم نحن نريد حقيقة أن نضع العالم أمام مسؤولياته هذه قصص الانتظار والمبادرات واستنوا شوي بنرجع في المفاوضات لنرى بريس شو بدأت سوي يمكن برلين تيجي بقصة نحن انتهينا منها نحن حقيقة نريد أن ننهي هذا الاحتلال ما بقاش فيها أخي مهند وبالتالي نريد أن نضع العالم أمام مسؤولياته نحن اليوم في خانة الفعل طيب ممتاز سأنتقل لنا ضيفي من واشنطن الدكتور ديفيد بولوك مساء الخير دكتور بولوك مرحبا بك معنا من جديد إذن كما سمعت من الدكتور حسام الذي حضر اجتماع القيادة الفلسطينية هناك قرار بالتوجه إلى مجلس الأمن ماذا ستفعل واشنطن في هذه الحالة؟ أنا أعتقد أنه أولا هذا متوقع وليست مفاجأة وثانيا أنا أعتقد أنه هناك في نفس الوقت محاولات من قبل الولايات المتحدة من ناحية وأوروبا من ناحية أخرى لتنصيخ قرار آخر يعني قرار الذي من مجلس الأمن في الأمم المتحدة الذي يدعو إلى مفوضات تجديد أو استئناف المفوضات بين الطرف الفلسطيني من ناحية وإسرائيل من ناحية أخرى من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة لكن بالاتفاق مع إسرائيل وأنا أعتقد أن هذا مبدأ الموقف الأمريكاني وفي النهاية نحن سوف نرى أو هناك احتمال أن نحن سوف نرى في المجلس الأمن قرارات متنافسة يعني قرار من قبل السلطة الفلسطينية أو من الوافد العربي في هذا المجلس من ناحية وقرار آخر أو نسخة قرار آخر من قبل القوات الأوروبية وأمريكا وأنا أعتقد أنه في النهاية هناك احتمال لحل وسط لهذين القرارين والأهم من كل قرار في المجلس الأمن إقناع الشعب الإسرائيلي في هذه الفترة والانتخابات الإسرائيلية القادمة بالانسحاب وهذا الإقناع الشعبي الإسرائيلي أهم من كل القرارات ومن كل المبادرات الدولية في اعتقادي الشخصي دكتور بولوك هناك عدد من الملاحظات على شكل ما يجري شكل المباحثات المكثفة الجارية حاليا وربما البعض يستطيع أن يستخلص بعض الشيء من هذه المسائل الشكلية على سبيل المثال اجتماع كاري ونتنياهو اليوم في روما سرق ثلاث ساعات وتم اتخاذ قرار بأنه ما فيه مؤتمر صحفي بعد الاجتماع هذا واحد تنين تم إلغاء مناسبة التقاط الصور الفوتو اوب اللي عادة تحدث بشكل روتيني بعد هذه أو خلال هذه الاجتماعات وبحسب ما فهمنا بحسب الاشتوشيات البرس الجانب الأمريكي وفد الوزير كاري هو الذي طلب إلغاء مناسبة التقاط الصور هاي اتنين تلاتة السيد نتنياهو يسعى لإقناع واشنطن باستخدام حق النقد الفيتو منذ متى تل أبيب مضطرة لإقناع الحليف الأول باستخدام حق النقد هذا تحصيل حاصل عادة في مجلس الأمن عندما يتعلق الأمر بمصالح إسرائيل تلات قضايا أود منك التعليق عليها بسرعة إذا أمكن أنا أتفق معك أنه هذا كله بشكل عام رمز على التوتر المستمير في علاقات إسرائيل وأمريكا ولكن على رغم من كل ذلك أنا أعتقد أنه كل هذا الرمزي وفي النهاية لا مفر ولا بديل ولا بد من المفاوضات والاتفاق مع إسرائيل لأن الضغط الأمريكي على إسرائيل وتوتر في علاقات هذين دولتين لا يؤدي إلى أي نتيجة إيجابية من قبل الفلسطينيين بدون اتفاق مع الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الاحتلال ولتوسية سلمية أو معاهدة سلام دائم بين الدولتين وهذا ما يسمى حل الدولتين وهذا نتيجة ضرورية من المفاوضات والاتفاق وليس من الضغط الدولي طيب يعني برأيك الفيتو أمر لم أفر منه من وجهة نظر واشنطن في حال طرح مشروع القرار بصيغة الأساسية الصيغة الفلسطينية العربية نعم ولكن المحاولات الأمريكية أنا أعتقد سوف تسعي إلى كما أنا قلت من قبل حل وسط والمعنى نسخة أخرى لهذا القرار نسخة مخففة نسخة أكثر مرن لهذا القرار بديلا عن الفيتو الأمريكاني دكتور حسام ما رأيك هل هناك مسائب هناك حديث على الأقل بين الأوروبيين لتوصل إلى صيغة مختلفة عن الصيغة المطروحة حاليا أو المعروضة حاليا هل سيقبل الجانب الفلسطيني بلهجة مخففة تتحدث عن ضرورة استئناف المفاوضات مع الإشارة إلى مسألة حل الدولتين نحن مرنين جدا في اللغة المسألة ليست مسألة لغة المسألة مسألة الثوابت أخي مهند نحن لدينا خطوط حمر لا يمكن تجاوزها بأي شكل من الأشكال وجربونا في كل مرحلة وحتى السيد كيري جربنا خلال فترة التسع شهور عندما يتخطى أي أحد هذه الخطوط الحمر نحن نرفع الكرت الأحمر فورا هذه قضية شعب وما فيها وبالتالي إذا كان هناك مشروع أوروبي فرنسي ألماني بريطاني كما يتم الآن يشمل فيه بشكل واضح أن هذا الاحتلال هو على الأرض التي احتلت في 67 دولة فلسطينية على كامل هذه الحدود بما فيها شرق القدس وحل قضية اللاجئين على حسب قرارات الشرعية الدولية 194 وجدول زمني واضح لإنهاء الاحتلال وأكرر هنا وأعيد إنهاء الاحتلال ليس إنهاء عملية تفاوضية جديدة يعني 21 سنة من التفاوض كافي نحن سنمشي مع ذلك لأنه سنوافق لذلك ولكن أي تلاعب نعم هناك محاولات وأؤكد أن الولايات المتحدة لا تريد استخدام حق النقض هذا يؤذيها هذا يستهلك من رأس مالها السياسي والأخلاقي في العالم وأيضا نعم كما قال ضيفك هناك توطر حقيقي بين الإدارة الأمريكية وحكومة إسرائيل وبالتالي أمريكا ستحاول بكل جهدها أن لا تضطر لاستخدام حق النقض الفيتو ولكن نحن واضحين تماما وشقان العرب أيضا واضحين تماما فيما نحن نريده وإذا أفشلنا إما بالفيتو أو بأن الولايات المتحدة ضغطت على تسع أعضاء أن لا تصوت أو بأن الولايات المتحدة بضغط من أوروبا تقدمت من مشروع بديل كل هذا في خانة الفشل فنحن سنذهب إلى المستوى الثاني عشان يكري أنا بديت أقول لك التتالي في العمل إحنا اليوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية لديها خطة متكاملة وشاملة يعني إذا نجح هاي بنروح على هاي إذا فشل هاي بنروح على هاي بلان A وبلان B إحنا اليوم للحقيقة جاهزين لأننا نعتقد جازمين أن هذه هي ساعة انتهاء الاحتلال نحن لا نهوش يعني وإذا لم تكن هذه ساعة انتهاء الاحتلال أخي مهند يجب أن يعاد ترتيب العلاقة مع الاحتلال أنا أكرر هنا إذا لم تكن هذه ساعة انتهاء الاحتلال سنبدأ بإعادة تعريف العلاقة مع الاحتلال وسنبدأ بإعادة تعريف وظائفنا تحت الاحتلال وهذا ما نحن بصدده اليوم لن نقبل أن يستمر الأمر الواقع في بداية العام القادم 2015 خلص خلصنا هذا أيضا ورد في بيان الأمس دكتور حسام بيان الاستماع القيادة يتحدث عن أن القيادة الفلسطينية قامت بتكليف اللجنة التنفيذية في المنظمة ومؤسسات السلطة بالعمل على إعادة النظر في كل العلاقات حرفيا أقرأ من البيان في كل العلاقات والروابط مع دولة الاحتلال التي تتعارض مع حق دولة فلسطين في السيادة على أرضها بما في ذلك كل أشكال التنسيق التي تستغل فيها إسرائيل ذلك لإعاقة ممارسة السيادة على أرضنا قد أسألك على هذا الموضوع لو تضل أنه وقت في نهاية الحوار ولكن دعني أنتقل مرة أخرى إلى دكتور ديفيد بولوك دكتور بولوك هناك حديث اليوم عن وجود بعض الخلافات داخل الإدارة الحلقة الضيقة المحيطة بالرئيس باراك أوباما فيما يتعلق بالملف الفلسطيني السيد كاري على ما يبدو أميل إلى الدفع نحو تأجيل اتخاذ أي قرار والخطوة الفلسطينية في مجلس الأمن إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية هناك توجه آخر بحسب المعلومات تشير إلى أن هذا التوجه تدعم أو تتزعم سوزان رايس مستشارة الأمن القومي للرئيس أوباما وهي تدعو إلى إقامة تحالفات أوسع مع الشركاء الأوروبيين في مسعى للتوصل إلى ربما صيغة حل وسط فيما يتعلق بهذا القرار هل هناك بالفعل من وجهة نظرك بحسب ما تراه أنت خلافات داخل الأوساط القريبة من الرئيس أوباما فيما يتعلق بملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي أنا أعتقد بالصراحة أن هناك احتمال جيد لخلافات داخلية في الإدارة الأمريكية لكن كل هذه الخلافات تكتيكية وليست استراتيجية وأنا أؤكد وأكرر أن أهم كثيرا من كل الخلافات الداخلية الأمريكية الخلافات الداخلية الإسرائيلية والمعنى اليمين من ناحية واليسار من ناحية أخرى الإسرائيليين الذين هم أكثر مرن والإسرائيليين أنهم متشددين والحقيقة أنه للأسف الشديد أنا لم أسمع حتى الآن كلام واحد من الضيف الفلسطيني المحترم ومن الإذاعة العربية بشكل عام عن أهمية هذه الخلافات الإذاعة تقصد البرنامج كثيرا من نعم طيب خلينا نسألك عن هذا الموضوع أنت تعتقد أن هذا عنصر مهم الآن فيما يجري من تحركات طبعا هناك فرصة جيدة لتغير جوهري في الحكومة الإسرائيلية تغير جوهري بمعنى ماذا دكتور بولوك؟ بمعنى انتخاب حكومة جديدة مين يعني؟ حزب العمل مع معتسي بي لبني؟ يمكن حزب العمل أو يمكن تحالف آخر حتى بخيادة نتنياهو لكن أقل يميني أقل متشدد وهذا أهم من كل التحركات في المجلس الأمن أو في أي مكان آخر يحتوي على محكمة العدل الدولي وكذا وكذا وأنا للأسف الشديد أنا أسأل الضيف الفلسطيني الكريم لماذا ذلك ليس في الجدول الفلسطيني هذا أهم خلينا نسمع من الدكتور حسام رد على هذا السؤال دكتور حسام هل تعولون على تغيير حقيقي بعد الانتخابات الإسرائيلية؟ كما يقول الدكتور بولوك قد نشهد حكومة مختلفة بشكل كبير عما هو موجود حاليا للأسف الشديد لا نعول على ذلك ولا نعول على ذلك لأننا عولنا على ذلك لواحد وعشرين عام نحن لواحد وعشرين عام كل ثلاثة أربع شهور كنا بنستنى انتخابات جديدة تغيروا اتلاف جديد شهدنا في هذا الواحد وعشرين عام حكومات من حزب العمل بالتشارك مع ميرتس يعني أقصى اليسار وشهدنا حكومات باليمين وشهدنا كثيرا والرابط والثابت بين كل هذا أنه الأساس في تغيير الرأي العام في إسرائيل كما يقول ضيفك الكريم ليس فقط أن ندخل في معاهدات سلام غير نهائية وليس فقط عمليات تفاوضية بل الأساس هو كيف يمكن أن نضغط على الرأي العام الإسرائيلي لكي يخلق حقيقة ليس فقط قيادة جديدة بل نمط سياسي وطريق التفكير سياسية مختلفة أنا أقول لك المجتمع الإسرائيلي الآن مرتاح تماما وهذا هو السبب الذي يجعل من نتنياهو يتحرك بالطريقة التي يتحرك بها لا يوجد تكلفة للمجتمع الإسرائيلي على احتلالهم بل يوجد مربح كبير لذلك ولهذا نختلف معه حراكنا الدولي ضاقط على المجتمع الإسرائيلي وإذا كان سيد بولوك يريد حقيقة لهذا المجتمع أن يغير قيادته إذن حراكنا إيجابي جدا بهذا الشأن على كل المستويات ونحن أيضا للأسف نقول أنه حتى لو جاءت حكومة مختلفة الحكومة ستكون ممثلة لشعب أو لمجتمع سياسي إسرائيلي إن حذف تماما إلى اليمين يعني حتى حكومة يصار اليوم بتكونش يصار زي قبل 20 سنة في إسرائيل هناك تحول جذري في المجتمع الإسرائيلي يا أخي مهند الحكومة الحالية حذفت المجتمع الإسرائيلي وكل الصراع إلى صراع ديني في الأسابيع والأشهر والأسماوات القديمة دكتور حسام فقط حصل على الوقت إذا سمحتين لي بدي أقرأ بعض المساهمات التي جاءت من أستاذ المشاهدين وبعض التساؤلات سأطرحها عليك وعلى الدكتور بولوك محمد إسماعيل يقول الفيتو الأمريكي في انتظار المشروع الفلسطيني في مجلس الأمن محمد العبدالي يقول العالم كله يساند قيام الدولة الفلسطينية والجناح الوحيد الرافض هو أمريكا وإسرائيل سعيد رمضان يقول لو كانت الولايات المتحدة دولة ديمقراطية لما حرمت الفلسطينيين من حقهم الطبيعي لإقامة دولتهم محمد رامي يقول موقف العرب حتى الآن لم يرقى لمستويات التحدي وعليهم اتخاذ موقف أكثر حزما دكتور بولوك هناك بعض التساؤلات حول موقف واشنطن أحمد عمر يتساءل لماذا تصر واشنطن على الوقوف أمام تحقيق الحلم الفلسطيني بإنشاء الدولة وماذا تستفيد من هذا الموقف بدقيقة ونص إذا سمعت باختصار الحقيقة أنه أمريكا هي التي تؤيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة من زمان ونحن بالاتفاق مع السلطة الفلسطينية ومع القيادة الفلسطينية في ذلك وحتى مع الحكومة الإسرائيلية حتى هذه الحكومة اليمينية الإسرائيلية تحت كيادة نتنياهو هي التي وافقت إقامة دولة فلسطينية مستقلة ولذلك السؤال الوحيد هو كيف كيف نصل إلى هذا الهدف المشترك بين أمريكا والعرب والفلسطينيين وإسرائيل في نفس الوقت دكتور حساب أيضا تساؤل من المشاهد ماهر فضل ربما تستطيع الإجابة عليه أشرت له في البداية عن مسألة التتالي ماهر فضل يتساءل ماذا لو تم رفض الاعتراف بفلسطين كدولة في مجلس الأمن الخطة بي كما أشرت إليها ما هي أولا سنذهب إلى تدويل هذه القضية بكل معناها بالانضمام لكل المواثيق والمعهدات والمنظمات الدولية بما فيها معادة روما وبما فيها إمكانية الذهاب إلى محكمة الجنيات الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائمها منذ العام 48 إلى اليوم ولكن هذا لا يتوقف إلى ذلك نحن سنتوجه بحراكنا الدولي إلى فرض عزلة دولية على دولة الاحتلال إلى تطبيق المثال الجنوب أفريقي في هذا الشأن وإسرائيل تعرف بالمناسبة ضيفك يقول أن كل ما نقوم به رمزي لو كان رمزي لماذا هذا الهوس في إسرائيل لماذا يتوجه نتنياهو اليوم إلى أوروبا ويطلب من كل السياسة الأوروبيين عدم مساعدتنا هذا موضوع غاية في الأهمية الأهم في كل هذا النقاش أخي مهند أننا اليوم عازمين على فعل شيء واحد إما أن ينتهي هذا الاحتلال في وقت محدد يوم محدد نعرفه الآن الآن في هذا الأسبوع أو بدأنا عملية رفع تكلفة هذا الاحتلال عندما ترتفع تكلفته محليا ودوليا لدرجة لا يستطيع المستمع الإسرائيلي تحملها عندها نتحدث عن السياسة الإسرائيليين وعن الحكومات وعن الانتخابات ولكن قبل ذلك أي انتخابات ستفرز حكومة إسرائيلية تريد الإبقاء على الأمر الواقع المريح ونحن لن نسمح بذلك شكرا جزيلا الدكتور حسام زملت مستشار لجنة العلاقات الخارجية في حركة فتح كان معنا من رامالله شكرا لضيفنا من واشنطن الدكتور ديفيد بولوك الخبير في شؤون الشرق الأوسط في معهد واشنطن تتابعونا في الجزء الثاني من حوار الليلة إلى أي مدى نجح الرئيس حسن روحاني في تغيير نظرة العرب لإيران ولبرنامجها النووي اشتركوا في القناة